مساء الخير على كل مشاهدينا مساء الخير على كل اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى وبرنامجكم يحكى أن بكون معاكم إيمان مختار كل يوم 2 الساعة 7 بالدقيقة النهاردة بقى أنا هتكلم على قصة رعب النهاردة هنحكي على فيلم رعب آه هو فيلم رعب رعب الناس كتير قوي موضوعنا النهاردة مجرد بس التفكير فيه بيخوف وبجد بيرعب ممكن تكون بتحب حد قوي قوي وبتهشأه وتصحى في يوم وليلة ما تلاقيهوش جنبك تصحى تلاقيه قرر في لحظة مع نفسه أنه يختفي من غير حتى ما يقول ليه يعني يمشي وفارق ومن غير وداع لا بيرد على رسائل ولا تليفونات ولا موجودة على السوشيال ميديا سراب أنت متخيلين يعني إيه شخص كان بيني وبينه حب وذكريات وعيش وملح وعشرة وكلام وحياة وصفر وأهل وصحاب حكي كتير قوي والكلام الحلو والوعود الحلوة والحدوتة الحلوة من بدايتها والأمل في بكرة والبيت اللي بنبنيه والحياة الحلوة اللي هنعيشها مع بعض حكايات وحكايات وحكايات وذكريات وذكريات ومرة واحدة قرر مع نفسه أنه يمشي ومن غير حتى ما يقول ليه إزاي قرر يعمل كده؟ إزاي حتى ما فكرش في الطرف التاني في العلاقة؟ طب الطرف التاني ده هيعمل إيه؟ هيحس بإيه؟ موته بأني سلاح يعني أنت بتموته بالبطيء أنا سبتك وهتموت نفسك بنفسك للأسف في ناس كده آه آه في ناس كده للأسف فيه فعلا شخصيات غريبة بتقرر إنها تختفي فجأة من غير ما تودع ولا تبرر وتقفل تليفوناتها أو تبقى بردة أو الردود بدل الرد مثلا عشرين تليفون يرد بتليفون آه طبا ست أنا مشغول أستبعدين يعني بيقولك إن الحياة خلصت ويختفي عيش إنتي بقى عيش إنتي بقى مع مع الأفكار اللي بتموتك والأفكار اللي بتقتلك كل يوم هو أنا عملت إيه؟ طب أكون زعلت ومانا شغدا بالي طب هو إيه الجريمة اللي أنا عملتها؟ طب إزاي يسيبني ويمشي كده؟ طب إيه؟ طب فين الحياة وفين الحب وفين العشق؟ وفين الكلام اللي كان بيقولهولي إن أنا 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 كل حاجة في حياته ده أنا السعادة وأنا وش السعد وأنا كل حاجة خير حصلت له في حياته ده أنا قلبه ده على إيدي أنا بس كلامه كلامه ذكرياته الناس دي بيتقال عليها دلوقتي في السوشال ميديا الجوستينج اللي هو الشبح هو إحنا كل شوية نعاني من إحساس معين ومشكلة معينة ونلاقيهم متطلعين لنا طايتل كده آه أنت عايشة مع الشبح هنتكلم أكتر على الناس اللي بتختفي اختفاء مفاجئ هنتكلم أكتر على العلاقات اللي بتمتهي بشكل مفاجئ طب الطرف التاني ده يعمل إيه قبل ما الطرف التاني المجروح يعمل إيه طب الطرف بقى اللي قرر إنه يمشي وبلا مبرر هل ده طبيعي طب هل هو القرار ده تبني على إيه ونوع الناس دي نوع البني قدمين دول نوعهم إيه يعني يعني إزاي يعرف إن ده هيئزيني قبل ما أدخل قصة حب سنة واثنين وتلاتة وبعد كده أنا هتقتل بالبطيق هل بيبانوا في الأول هل الملة دي يقول لك إيه جنس ملته إيه هل ده النوع ده من الناس بيبان وأنا اللي ما كنتش واغده بالي هل ده بيعتبر قلة أصله ندالة ولا ده عيب في شخصيته ولا ده عيب في تربيته ولا أنا عملت حاجة خليته تحول كده الحب الزيادة أحياناً بيبقى عيب العطاء الزيادة والله بيبقى عيب التضحيات الزيادة قوي 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 بيبقى عيب يعني إحنا يا إيمان كل حاجة حلوة بنعملها بتبقى عيب وبتتقلب علينا هنتكلم أكتر في الموضوع وهنعرف أكتر من الأسادة دكاترة المتخصصين اللي هنتكلم معاهم هيكون معايا في الستوديو الدكتور علي عبدالراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي لازم تأهيل نفسي ما ينفعش عدي الحلقة دي غلم يكون معايا دكتور نفسي نفهم الناس دي بتعمل كده ليه أنا عارفة أن أسئلة كتير جدا جتلي ومشاكل كتير جتلينا على صفحة البرنامج في الحتة دي بالذات الانفصال المفاجئ أصحى يا إيمان ألاقيه فص ملح وداب فهنتكلم بطريقة نفسية هنعرف الكلاكية دي جاي منين وإحنا نتعامل مع الناس دي إزاي وأنا أتعافى كمان إزاي أنا معاكي أنا معاكي أنا النهاردة عشانك بس قبل ما أروح للدكتور في الستوديو هيكون معايا من خلال زوم اللي أستاذ محمد الشفعي اللايف كوتش متخصص في الزكاء العاطفي ويمكن التخصص ده والله يمحتاجينه يعني مهم جدا الزكاء ما يبقاش في الشغل بس ما يبقاش في الحياة في الصحاب لا ده لازم كمان يبقى فيه زكاء في العاطفة إزايك يا أستاذ محمد عامل إيه بخير والله الحمد لله من حق كل واحد يعني أنا نتابع المقدمة اللي حضرتك قلتيها مقدمة في منتهى منتهى الأهمية الحقيقة رب أنا يخليك يا رب لأن أنا بتكلم والله من قلبي وحاسة بالناس قوي في المشكلة دي يمكن عدت علي وشفت مشاكل كتير قوي من النوع ده أنا عايز أقول لك حاجة من حق كل واحد مش مرتاح في علاقة إنه ينهيها عادي ده حقك مشروع لكن إيه اللي يخلي شخص بني آدم يختفي فجأة من غير حتى ما يقول ليه من غير حتى ما يقول وداع وأقول لك على الحاجة كمان ليه الجحود يعني ليه ما بسطش الأمور وأخدها درجة درجة للطرف التاني اللي بيحبه وبيتقطع ده ليه علامة استفاهم ليه ده سؤال في منتهى الأهمية في الحقيقة وأعتقد إن كثير جدا من المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي ممكن يكونوا موروا بتجربة زي دي وممكن يكون عندهم احتياج كبير أو إن هم يعرفوا إجابة سؤال ليه ليه حصل معنا كده ويمكن ليه إجابتها هتبقى شوية بتخفف حجم الألم اللي هم مروا به وحجم المعاناة اللي هم عاشوها ممكن لمدار أيام أو سنين فخلونا نقول ليه وليه هنا هتخلينا نتكلم في ثمان نقاط مهمة جدا ليه اللي بيعمل كده طلع فيه أكتر من سبب لده تعالوا نعرف مع بعض مجموعة من الأسباب المهمة هشارك معاكو ثمان أسباب بتخلينا نعمل ده إيه ده يعني فعلا فيه أسباب علمية إن الشخص يختفي كده زي الشبح فيه أسباب الأشخاص بيعيشوها على مدار حياتهم بتتفحهم إنهم يعملوا ده تعالوا نعرف مع بعض الأسباب النفسية اللي ممكن تخلي الأشخاص بتعمل كده اتفضل فان أول سبب كنا بنتكلم عن ثمان أسباب مهمة جدا أول سبب منها بيبقى خوف من المواجهة طيب الخوف من المواجهة ده بسبب إيه؟ بسبب سوء في مهارات التواصل بتاعتي مع الطرف الأخر أنا عندي كلام جوايا كتير مهم إن أنا أقوله بس لإن أنا عارف إنه أنا ما بعرفش أوصل كل حاجة جوايا أنا قرر إنه ننهي العلاقة لمجرد إحساسي الداخلي إنه أنا مش عارف أوصل الجوايا طيب خلينا يا أستاذ محمد نتفق إحنا نقول التمانية وربعات ولو فيه حتة إحنا مش فاهمينها أنا هقولك لأن الخوف من المواجهة إحنا عارفين بيبقى شخصية ضعيفة بيعافش يواجه خلينا نقول التمانية وربعات عشان المشاهدين بمركز أكثر طيب تاني نقطة الموعدة مع شخص تاني يعني شخص دخل في حياته أشخاص تاني وخليني أقولك بمنتهى البساطة يمكن دي تجربة يعني اتعرضت علي قبل كده كان في حد رسة ما دخلش بقى علاقة كان لسه رايح يخطب وكان هيقابل اتنين في أسبوع واحد قابل واحدة في أول الأسبوع وكان مكرر إنه هيقابل الثانية على نهاية الأسبوع عايز حضرتك تخيلي معي الموقف الصعب اللي حصل ده وهو رايح يقابل الإنسانة التانية علشان يشوفها في اليوم ده الصبح جاله اتصال من الإنسانة الأولانية إنه أهل موافقين تقدر تيجي بقى تعمل المقابلة التانية أو المقابلة اللي بابقى فيها اتفاق تخيلي وهي بتقول له كده هو رايح يقابل حد تاني كانت نهاية القصة إنه هو وافع على الحد التاني وقرر إنه هو يعمل الاختفاق المفاجئ مع الشخص الأولاني اللي هو كان رحلها النقطة رقم ثلاثة خوف من الطرف الآخر إن أنا أقول له إن أنا هنفصل عنك خوف من رد فعله خوف هو هيعمل إيه أو هيستقبل ده إزاي؟ ده كان رقم ثلاثة. رقم أربعة وفي الحقيقة دي صعبة شوية الأنانية أو التمركز حول الزات أنا في النهاية ببص ليه أنا محتاج إيه ومليش دعوة الطرف الآخر هيفرق معاه إلي أنا محتاجه ولا لأ هل ده هيبقى مناسب إنه يتقال دلوقتي وهكذا النقطة رقم خمسة والمهمة جدا إنه بعض الأشخاص ممكن يمروا غضبا عنهم بدبريشن فالدبريشن ده يبقى أحد أعراضه إن أنا مش عايزة أتعمل مع حد فأنا قررت إن أنا وقف التعامل وده بالمناسبة خلينا أقول لحضراتك إنه ده بيحصل عند الراجل وعند السيد مش بس مقتصر عند جنس واحد من الاتنين فالدبريشن ده معارض إن أي حد فيهم يتعرض له وده كتير بنقابله في الجلسات النقطة رقم ستة والمهمة جدا برضو الضغط النفسي والضغط النفسي ده ممكن يبقى جاي من العلاقة نفسها عند أحد الطرفين أنا عشت معاناة داخل العلاقة دي وصلتني ليه حالة من حالات الضغط النفسي اللي عندها قررت إن أنا أهرب قررت إن أنا أمشي قررت إن أنا هاجب من غير ما أقول أنا رايح فين ومشيت ليه النقطة رقم سبعة أهداف خفية غير معلنة للطرف الآخر أنا قررت إن أنا يكون عندي أهداف هيبقى أحد التحديات بتاعتها أنا أفضل مستمر في العلاقة دي طب أعمل إيه قررت إن أنا فيه بالعلاقة دي لمجرد إن هي هتبقى بتتعارض مع الأهداف بتاعتني طيب النقطة رقم ثمانية والأخيرة هي نقطة إن أنا برد أي يعني عندي عقدة فبطلحها بقى في الشخص دا أهداف معي قبل كده الاختفاء دا فأنا قررت من لها حولها لقوة كده إن أنا أعمل نفس اللي اتعامل فيها مع الشخص اللي بحياتي أقلعب نفس اللعبة أحسزه بنفس الاحساس أنا عشته يعني تحس اللي هو بتبدل الأدوار فدول الثمن أسباب اللي بيخلوا الأشخاص تتقرر إن هي تختفي اختفاء مفاجئ وده بيحصل في كتير جدا من العلاقات بص حضرتك يا أستاذ محمد أنا التمن أسباب دول أنا هكتفي بيهم دلوقتي لغاية ما تبقى حضرتك معي بقى كمان في الستوديو إن شاء الله الحلقة الجاية ونتكلم باستفادة أكتر لكن أنا هاخد التمانية دول وفصصهم بقى شكرا لك يا أستاذ محمد شكرا لك يا فاندر شكرا طيب مشاهدين هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل حلقتنا ونستقبل دفنة في الستوديو الدكتورة علي عبدالرادي استشاري العلاج النفسي والتأهيل أفهم التمن أسباب دول بقى نفصصهم أكتر وهل في أسباب زيادة ونعمل إيه مع الشخص اللي بيكرر فجأة إنه يختفي من العلاقة بدون أسباب خليكم معا موسيقى 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 ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ونروح للموضوع بسرعة إحنا سمعنا تمن أسباب بتخلي الشخص ده يهرب ويجري ويختفي زي الشبح أكيد الدكتور علي ليه رأي تاني إحنا كده بمعنا اللايف كوتش والدكتور النفسي اسمحوا لي يا راحب الدكتور علي عبدالرادي استشاري العلاج والتأهيل النفسي واللي هنتكلم عن الشبح اللي بيختفي زيك ودكتور علي زيكتور علي أصبر حضرتك الحمد لله زي الفرح نحن متفقين إنه حنتكلم بصراحة ده أكيد لأ أنت طبع عمرك بتكلم بصراحة بحقي بس خد راحتك يعني ستات رجالة أنا معيك يعني ما عنديش مشكلة مش متحيزة لطرف من الأطراف وده اللي مش أجلنا كن معاك على فكرة تسلم لي يا دكتور رب نسلم طيب إحنا نهاردة زي ما حداك سمعت كاب نتكلم عن الشخص اللي فجأة بيكرر إنه ينهي علاقة ويختفي من الآخر كده بدل ما رغي كتير طيب بص يا ستة الكل آه في أسباب شخصية ونفسية بتخلي هذا الشخص يختفي طيب هو لو شخصية برانوية برانوية يعني شخص الشكاك في الآخرين طوال الوقت عنده هواجس غريبة كده عنده ما وراء الحدث بنسميها ظنيات يظن أني الطرف الثاني قد يكون أنا رقم 2 في حياته قد أكون أنا مش مهمة في حياته قد أكون أنا بشك فيه تمام فده بيخليه ممكن يعمل كده ممكن كمان يكون سايكوباتي اللي هو مضادر المجتمع عايز يتعرف على الأشخاص علشان ياخد منهم حبة معلومات وبيستغلهم ويبدأ يستغلهم فعلا عاطفيا وده بيخليه بعد كده يروح لنحية عدائية شوية لأ خلينا حاجة حاجة إحنا مش بنتكلم كمان في أنواع الشخصيات ده إحنا بأنواع الأمراض النفسية الله على دي حلقة أنا مبسوطة أول حاجة البرانوية يعني أنا ظنان إن أنا بظن كتير وبشك بشك في كل حاجة حوالي صحيح وده بيبقى حاجة صعبة لتطاق ستة أو راجل تاني حاجة السايكوباتي السايكوباتي اللي أنا ممكن يدخل حياتي يلم معلومات يلم فلوس يلم روح صح وده منهم كتير وكتير جدا جدا يجي بقى الأكتر انتشارا في عصر السوشيال الميديا وأنا كعلي عبد الراضي بسميه مدمن عسل البدايات مدمن حلاوة البدايات لا خليها عسل عسل البدايات ليه لإنه يفضل هو أدمن طعم العسل الهاني ده فليه أدمن حلاوة البدايات على رأيك أو أدمن عسل البدايات هو كل شوية بيشايف إنه إيه الستات أو العلاقات لإنه هو ممكن يكون معايا تنين واحد أو واحدة حابب يعيش الحالة الفكرية أو الحالة المزاجية في البدايات إنه تخيله عن الطلاف الآخر تخيله عن العلاقة تخيله عن الكلام تخيله عن المستقبل الخروجات الاهتمام الأولي هو بيحب البدايات بس يحب يتحب قوي ويبقى مفصوط قوي والاهتمام الزيادة قوي ده حقيقي قال خلاص فيه بقى زهرة تانية ووردة تانية أخد راحقها وأخد حلاوتها وكل حي بالضبط ده مشكلة أحنا هنا لغاية دلوقتي بنتكلم على الأشخاص لسه ما فيش ما بينهم ارتباط رسمي بلزا كنت لسه هقولك ده لسه في البداية ده في البدايات كده أشخاص لسه ما فيش ما بينهم ارتباط شخصي المشكلة الكبرى بقى في الناس اللي حصل ما بينهم ارتباط حلو جدا داعي أو سبب إنه هو فجأة يختفي بطبيعة الحال الراجل لما يكون دفع فلوس عشان يأسس بيت هو مش بيلعب ولا بيهزر بالضبط حجم اللي أنا دفعته ده علشان أخد نوع من الاستقرار اللي بيقولوا عليه فيطلع الاستقرار أو وهمه أو ظنه على الاستقرار عالي جدا أنا متوقع إن الحياة تبقى وردية ومتوقع يبقى استقرار ومتوقع إنه بقى فيه تفاهم فيلاقي الطرف الآخر شريكته دي شككة بتظن فيه إنه هو خايد مش بس كده ظن ما مسكتش حاجة يعني ما شفتهش متلبس شافت رسائل قديمة فبتحسبوا عليها وكل يوم تديله إنت تأخرت فقا إنت بتشوف مزاجك إنت أناني تيجي بقى المشكلة الأكبر طول ما هو قاعد وبتشعر بقى هي على الفيس العلاقات السامة العلاقات السامة خلينا أقول حاجة من خلال البرنامج والمنصة القوية اللي أنا عايز أقول فيه كأنا دي دايما بقول حاجة إيه مش كل اللي بتسمعه على السوشيال ميديا بيكون حقيقي يعني أحنا بتوعل من نفس وبتوعل قياس النفسي ما فيش حاجة عندنا اسمها العلاقة السامة دي نقدر نقولها يعني أقسها بإيه أقسها بإيه لا دا كلام بقى بتوع السوشيال ميديا وانسي إن الشخص ارتبط وكتب كتابه وعمل إشهار وأسس حياة فده مش داخل يعمل العلاقة السامة ده داخل يعمل حياة واستقرار مش فاضي إنه لا يستغلك عاطفيا ولا يستغلك مديا ولا يقهرك عاطفيا هو ما عندوش الأوبشن ده لا أعتارد هقولك أعتارد فيه علاقات جواز بتقوم على المصلح حل فيه بيبقى هي ممكن تكون في مركز أعلى معها فلوس غنية ممكن ما يكونش عنده بيت فهي منفصلة وعندها بيتها وعندها فلوسها فلا بيبقى بيتجوز وجواز رسمي وعلى سنة الله ورسوله بس بيكون داخل هو مصلح حل اسمه إيه ده اسمه إيه اسمه العلاقة دي بالعكس ده العلاقة دي كن نجح اسمه فايز فايز وين وين آه الاتنين فايزين أنا محتاج حد يشاركني الحياة ويكون شريك معايا الحياة ويسند معايا الحياة ويكون فعلا مش حكاية تضل رجل ولا الكلام ده لا هو فعلا فيه احتياجات إنسانية مع الاتنين فالاتنين بيلقوا بعض بيكملوا بعض اسمه علاقة تكاملية أو علاقة فايز في البداية بتبقى تكاملية حلو بس هو ما بيدخلش وقول لها أنا جاي عشان أعيش مرتاح على حسك ولا على فلوسك هو في البداية بيبقى حب بعد ما بياخد اللي هو عاوزه أو ممكن تكون شركته في مشروع دفعت فلوس كتير عشان يوقف على رجله ويبقى حلو وناجح بعد ما بياخد مصلحته بيلاقي زجات كتير جدا بتفشل بسبب إنه خد اللي هو عاوزه ومشي صح والنحية التانية أنا عجبني الحوار ما بيننا يعني ايه محطتين أنا معاك النحية التانية هي دخلت معاها المشروع أو دخلت الشراكة معاه فطول الوقت مننا بتمنى علي فلوس اللي عملتك انت ما كنتش تحلم بالجوازة دي انت ما كنتش تتمنى تشوف ضف رجلي انت حفيت وراي خمس ست سنين ما هي بتمنى لما يتلاقيه فجأة بقى قليل الأصل حلو جدا فجأة عمل نفسه مش واخد باله من كل الحاجات اللي اتعملت فجأة ابتدى يخنها مع واحدة تانية وهي اللي عملت وكبرت وسوت فطبعا لازم تقوله انا لو قفت جمعكم ما لا هتقول لي مين تتقهرم وما تنتقش ما هتقوله انا وقفت جمع طريقة المعالجة نفسها طريقة المعالجة ممكن يكون غلط ممكن ممكن يكون غلط ورد يكون غلط لكن طريقة معالجتنا للموضوع اوقات بتكون انا بقتل الذبابة بيدانة مدفع فساعتها فاهميك اه يعني الموضوع بيبقى اكبر من الغلطة يعني رد الفعل فهو رد الفعل الشميع دي والتشهير والافضح واجرسك فساعتها طب انا علي بايه بدا كله خلاص تك واروح سحب نفسي وساعتها مش بيكون شخصية اعتمادية ولا سايكوباتية ولا الهروب الآمن او الاختفاء الآمن هو فعلا حط لنفسه مبررات من خلال المعاملة السلبية ما بين الاتنين فناخد بالنا من رد افعالنا على فكرة طبيعي جدا بين الزجان بيكون في صوت عالي طبيعي جدا يكون في غطب طبيعي جدا يكون فيه حبة خلافات بس تيجي الرهان على اللي بنسميه القدرة على تحمل العب الأسري الصمود مش بس الصمود المرونة اللي لازم تكون مبينة اللي اتنين ودي حاجة مهمة جدا انا بس بستغرب ان انت حط نفسك يا دكتور علي مكان الست دي لو انت لو قفت جنب ست ووقفت في ظهرها وديتها طاقة ايجابية وديتها فلوسك ومحتاجي عشان مشروعك خدي ممكن تنزل تبيع عربيتك عشان تجيب لها عربية انا بديك نمازج يعني صحيح وعملت كل حاجة وحبتها من قلبك وديتها كل حاجة حلوة ونايم قايم هي محور حياتك الست دي لو لقيتها خدت فلوسك وشقاك وساعدتك كلها لانت اديتها لها وراح تديتها الراجل تاني انت كراجل هتعمل ايه؟ هتقلب الدنيا وتروح لأهلها وتروح دي خدت فلوسي وبتخني ودي ست مش كويسة صحيح تقول ليه بتخلونا مبسط الموادية؟ ما تحسوا بينا عشان تعرفوا احساس الست ايه؟ طيب خلينا نكمل الخناقة بعد الفاصل بعد الفاصل نطلع فاصل يعني طبيعي يعني طبيعي ان الناس تحط نفسها مكان الناس احنا لو بدلنا الكراسي الراجل قبل ما يجرح اي ست او قبل ما يستغلها او قبل ما ياخد فلوسها او صحتها حتى لو حط نفسه في نفس الكرسي هيقول لي ايه ده انا مقبلش يتعمل فيها كده صحيح رد علي بقى اقولك بقى تقبل ست داخد كل ما تملك وتمشي؟ بالقياس اللي انت قلتيه لا نقبله ولكن الواقع بما ان احنا لازم نتكلم عن الواقع ما بيكونش بالطريقة اللي انت قلتيها لا ده تخيلها ده الظن بتاعها ان هي هوهبت حياتها ونفسها وفلوسها ايوة لو حصل اللي انت قلتيه انا ارفضه تماما ارفضه تماما لكن هنتكلم عن الواقع اللي بيحصل ايه الواقع الواقع اللي بيحصل مش كل الحالات اللي بنشوفها ان هو استغلها ماديا وساعتها الشخص اللي استغلها ماديا واخد كل حاجة اللي عندها فاكرة اللي في الاول ده شخص معادل للمجتمع سايكوباتي لكن هنتكلم عن ناس الطبيعين اللي فانها كانت الحياة الحلوة طب انا عندي قلبي اه انا عندي قلبي اهم من الفلوس يعني كل ستة هتلاقيها استغلت سواء عاطفيا أو ماديا أنا قلبي ده أغلى أنا لما قلبي بيتوجع وبنزف من جوه أغلى أغلى من الفلوس تروح الفلوس في دهي ولكن الناس اللي بتستغل الناس عاطفيا قلبها قلبها اللي بيستنزف ولذلك بنقول لهم ايه أوعي يكون اللي ارتبطنا بينكم ارتبط مراضي أو تعلق مراضي لازم تبقى فيه أحبب ما شاءت فخليك في عارف إن كنت هتسيبه ليه؟ في يوم الأيام لهم ما لسوشيال ميديا تقول لنا الكلام ده كل يوم مش أحباه حبيه بس أعرف إن انت هتسيبه ليه؟ طب وهحبه لبني لأول طب ما انتوا ليه تسمعوا مهم برضو نفس المبدأ تسمعوا العلاقات السامة لو مش عارف بيبصت في الملايا كتير فقدام عليهم نرجسي نرجسي ايه ده هو بيلبس؟ لا نرجسي ده عادتك عارف اللي هو أنا أنا علي بيه مظهر أنا أهم واحد أنا محور الكون كله ده حقيقي ده طب يا حبيبتي ايه العلامات اللي تقول إن هو نرجسي وللعلم النرجسي ما بيهربش بل النرجسي بيعمل ايه؟ لا ده بالعكس ده النرجسي طول الوقت هو عايزك تقدسي وتعبديه طب ده بيطلب مني النظافة إن أنا أنظف البيت واهتمي البيت هو طبعا بما إن كان في الاتفاق فيه هو بيقوم بأدوار ويتقوم أدوار ودي اسمه الاتفاق الاجتماعي احنا بديتكلم عن الاتفاق الاجتماعي فبالتالي كون إن هو بيحب الحاجات في البيت تكون في مكانها واهتمام بالمظر العام بتاع البيت فده مش معناها نرجسية معناها إن هو مرتب معناها إن هو بيحب شكل الحاجات بيكون نظيف بس مش معناها إن هو نرجسي بس ده معلومة جديدة يعني إحنا دايما كستات عارفين إن النرجسي بيهرب بيهرب من العلاقة أول ما تواجهه يهرب لأن بنسباله هو أهم صحيح قلبي أهم صحيح ساعاتي أهم وجوده أهم وجودي أنا بقى مبسوط في حياتي أهم ده لو ما كانش يرتبط وكتب كتاب ويتجوز لكن بعد الجواز هو شوية عارف إن هو عنده الطلاق أو إنه ينفصل أو يتقلع لأنه هو ممفصل أو مطلق ده بيخسر من الهالة ورونقه ونور أصدق شكل الاجتماعي وبيهب يبقى مكتامل جدا هو أصلا ممكن يكون يتجوز علشان يكمل مظهر اجتماعي ودكتير جدا جدا أحسن فرح وكذا ويبقى ساخي جدا وللعلم هو ما فيش شك وتهروب من النرجسي اللي ما بيتجوز ما بيهربش لأنه هو ساخي يعني هو بيعوض الجزء أنك أنت بتحبيه بجنون وأنك أنت عايزة تقدسي تقديس الزوج الخاص بهو ويشوف نفسه فده هو بيعوضه حتى تانية بالكرم شوية بس برضه بيبقى عنده سيكة المن ودي غلسة جدا جدا المن نرجسي ده طول الوقت أنت للايا كنت للايا كنت مش عارفة مش عارفة أنا خليتك تنجاحي أنا خليتك تلبسي كويس أنا خليت أهلك يشوفوك بمنظر مختلف صحيح أنا 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 فده بالنسبة لهم طبعا نرجع لموضوع الحلقة يلا عشان أنت هتتوهنى دكتور علي نهار نفسي دبلوماسي جدا أنا بحاور مين دكتور نفسي بس على مين أكبر كلاكي على مشاكل نفسية عادة أصابتك ودورك بيخليك فعلا يبقى الموضوع ماشي بسلاسة جدا وفاهمين بعض ومتعاونين جدا مبسوط يعني طبعا طبعا نرجع بقى تاني لأنواع الشخصيات اللي ممكن تخرج من حياة البني آدم فجأة بس مش لازم يكون جواز يعني ما يكونوش يكتب صحيح الكتاب لا إحنا فيه بنشوف علاقات حب بتبقى 3-4 سنين 6 سنين حب حب ومفروض على أمل الجواز وبيعاد يعني ما بيعشمها وهي بتبني أحلام البيت والأولاد والحياة الحلوة فجأة قفل التليفون واختف حلو جدا طيب لو هي اللي ثابته شافت هذا العريس الساخي اللي جاي من برة ومحمل بالزاد والزواد وشافت إنه هو خلاص أنا فضل أربع سنين في فقرك وقرفك واستحملتك فخلاص ساعتها نفضل نقول عليها نفس القياس اللي انت قلتي في الأول طبعا نقول عليها 6 ندلة على فكرة أنا بيجي لي تليفونات كتير في برنامج الإزاعي لما الراجل بيكلمني ولاقيه حزين وقلبه وجعه ويقول لي بعد ما عملت لها وسفرت برة وجيبت فلوس عشان أجيب بيت وتجوزها قلت له هي ما تستهلكش حلو انت راجل كويس ومحترف الستوائشن التاني قبل ما نروح للوضع التاني والموقف التاني ننزل الشارع ونشوف رأيي الناس ايه في الناس اللي بتختفي كده زي الصراب ونرجع نكمل كلام يلا بينا يلا نشوف مع بعض هي على حسب دبند هل هو رسمي وهل غير رسمي لو غير رسمي ف يعني باي باي بالسلامة أما لو رسمي فطبعا لا فيه تدخلات كبيرة جدا من الأهل وحاجات يعني بتاخد المجرد طبيعي بتاعه المجرد المفتوطي المفتوطي يتمشي عليه لما فيش سبب لأنه يختفي فده حاجة تأثر عليه أكيد هو لو اختفى فأكيد هيبقى في سبب هو أنا أول حاجة هسيب له سبيس شوية أشوف إيه الدنيا ممكن يكون عنده مشاكل يعني فإحنا نسيبه حب سيبنا حبه ومرجعش بقى لا يبقى نادل بقى بقى عنا ولا حاجة أنا لو صديقة لازم أشوفها يعني ليه بيعدد لو أنا مش يعني لو أنا مش بيحبها أو مش بيزدها أنا مش هعطبها خلاص أنا لو شايفة نوعي يستاهل إن أنا أعطبه هعطبه لو شايفة نوعي مش مستاهل مش هعمل أي حاجة الصراب أحاول لا أفهم يعني لا يوجد حد يختفي فجأة أكيد هيكون في سبب يعني إما أنا حصل مني حاجة فإما سمع عني حاجة إما حصل حاجة أكيد هفهم لازم طبعا يبقى فيه احترام في العلافة لازم نعرف إنه هو اختفى ليه يعني هل فيه مشكلة هل فيه حاجة لازم يبين عشان نعرف للأسف ما بنهيهاش مش شخصيتي بكمل فيها للأسف الآخر يعني هي بطريقة كويسة بطريقة جمالية شوية مش هينفع ما هنيها مرة وعدة كده أي حاجة يعتبر مفروض تتواجه لما تواجه أكيد هتلاقي أكيد هتلاقي حل الموضوع إذا كان حتى إنه هتسيبوا بعض بس هيكون في حل أنا ببعد اللي هو ما فيش يعني لو أنا حد عرفه كويس أو معرفتي بي كويسة خلاص ولا هو هيكلمني ولا أنا هكلمه تاني خلاص الموضوع بيختفي بتكلم الأول مع الشخص إن أنا ليه مش مرتاحة منه يعني ليه مش مرتاحة وبعدين لو هو حاول يصلح من نفسه في الحاجة دي عادي بحاول إن أنا أكمل مع الشخص ده لو حاست إن لأ خلاص بحاول أبعادي يعني بعمل بلك بالنسبة لنا لازم أي علاقة لو أنا هنهيها لازم تنتهي بمنتهى الاحترام والحب ما ينفعش إن أنا أنهي علاقة وأنا مثلاً متضايق من حد أو إنه هو متضايق مني لازم ننهيها وإحنا اللي اتنين يعني تمام ما فيش أي مشكلة خالص ما بيننا لا مش منهي أكيد فجأة بيبقى فيه اللي هو خلي بالك أنا بدأت أتقفل خلي بالك أنا بدأت أحس إن الموضوع مش هيكمل يعني حكيت فيه تحذيرات فيه مواقف ببالك أن أنت بوصل للنهاية في أوقات أحياناً بيكون الانسحاب والصمت هو أسلم حلياً طريقة غلط هتتعب نفسيته اللي قدامك أنت تبقى مشي مع واحد وفجأة ما يلاقكش لو فيه سبب يعني قوي أن أنا قطع مع الحد ده فعادي أقطع معه مش مش أبقى مهتمة يعني لو السبب لأ مش مقنع ويعني أننا ممكن نحلل الموضوع عادي ممكن نحلله ما حدش استاهل أنه يفضل قاعد تقول ليه اللي فكر أنا عملت إيه الليه ده حصل فأكيد أن أنا يعني أكون قاعدة اللي قدامي أنا اللي عملت كده أحسن بكتير من نسيبه اللي بماجه نرجع بسرعة بقى دكتور علي يعني أنت طبعا شفت الناس ورأيها واللي معها واللي بيتحك واللي زعلان ويقولك الناس دي مجانين ولا إيه مش عارفة أقول إيه روشيتة طبل اللي تساب يعني أصل اللي ساب ده يعني ما عندوش مشاعر حتى لو قلنا أنه توكسك حتى لو قلنا البرانوية حتى لو قلنا في كل العبر كل العبر أنا الطرف التاني الموجوع المجروح تقول لي أعمل إيه كل واحد بدأ في علاقة لو لقيت الشخص التاني مدمن أي أن كان نوع الإدمان حتى لو مدمن الألعاب الإلكترونية فده معناه أنه هيجي في يوم الأيام هيفضل هذه الألعاب عنك فتبعد عنه الشخصية الإدمانية مشكلة جدا جدا الشخص الاعتمادي هو مش هيسيبك ولا هيبقى مسك في رقابتك بس هيخنؤك تمام تبعد عنه لأنه فعلا يبقى شخص مؤذي جدا في العلاقة الشخص البرانوية اللي شكاك طول الوقت شايفك أنك إنت خايم وخادع لابس ألف إقناع شايف أنك إنت بتشك فيه طول الوقت وأنك إنت طول الوقت شايفك أنك تعمل حاجات مريبة تبعد عنه الشخص اللي شايفك طول الوقت عمال هو يتجسس عليك ويفتش في تليفوناتك ومع لازم الباسورد وممكن تقوم خناء الرب السماء لو ما مش معاه الباسورد وعايز يتملكك تملك كلي وما ينفعش تتنفس أي نفس غير لما تقوله عليه أو تروح أي مكان غير لما تقوله عليه وعنده الأدلة والبراهين إنه هو شايفك أنك إنت لو سابك مع نفسك كده هتضيع وإنت هتخونه بس لازم تدله أول بأول التقارير فساعتك دي يسمعها العلاقة خنيئة شوية فأعرف أنه هيجي وقت من الأوقات هو بيخزلك معلومات وفجأة يقولك أنت خلاص كده اللي استتملت فأيه أنت مضطر أن هسيبك يعني دي علامات خليني أشك أن الراجل ده في يوم القامة هيسيبني يومشي الوحيد بالضبط أو حتى لو كانت أيا كانت من هو الشخص راجل أو ست أيه خاصة نطبق على الاتنين في الأخير البرسونة أو الشخصية بالنسبة لنا واحدة عزيز الزوج عزيز الزوج عزيز الولد أو البنت أو الشاب أو الشاب العلاقات حققة مقدسة بس الراجل اللي اختار إنك تكون شريك حياة وتكمل معاه وكان فعلا متقبلك زي ما أنت بدون أي إضافات بدون أي شكليات إبلك على وضعك بشكلك بكل تفاصيلك ومنامحك حاول تحط ألف حاجة تتمسك بيه حاجات محرمة جدا في العلاقات المن إنك في طول الوقت أنا عملت وعملت وعملت وضحيت 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 وطول الوقت إنك إنت بتشتيك منه تشايف مزاجك انت شايف رغباتك انت أناني انت بتشوف نفسك وتشوف مدعك دي من الحاجات اللي بتعمل شرخ في العلاقة التهديد التهديد من الحاجات اللي فعلا بتخلي الواحد رونوي يهرب ما تهددهوش ما تهددوش إنك تفضحه ولا تفتح سره ولا تفشي سره التهديد ده هتخليه فعلا طول الوقت هو بيقب ممكن لو متجوز هيقول وده فعلا متجوز وبيجي راجعني طب إنت ده ستوش اللي كنت عايزة تتكلم عنه بتعمل أنا أشتغل كتير جدا جدا ليه علشان أحوش فلوس علشان أخلص نفسي وأشتغل نفسي ليه بالانفصال واشوف إيه اللي علي وادفع اللي علي واخلص عشان أخلص عشان أخلص طب ولا محاكم ولا محاماة ولا أي حاجة زي الستة بالزبط اللي بتبري جوزها بالزبط عشان تخلص هو ده ما وقيت إحنا أكتر ناس بنمضي عشان نخلص اتعلمناها منكم عشان إحنا الستات نخلص من قرف ده تعلمتوها تعلمناها منكم بسهلة فبالتالي إيه اللي بوصلهم لكده إن هو حسب عدم الأمان في العلاقة عدم الأمان طول ما نطول طول الوقت شايف الشخص بشكي فيه وبحسبه وبشتكي منه الشكوى فلسفة الشكوى من الحاجات المدمرة فعلا في العلاقات ولازم في الآخر نقتنع إن كل حاجة بتتغير صحيح يعني لازم البنات كلها تفهم والشباب إن ما فيش حاجة ثابتة في الحياة يعني مش هو ده الإله بالضبط الإله ربنا فوق هو اللي ثابت لكن إزاي نقنعهم ده إن شاء الله نعمل حلقة تانية إن إزاي أفهم حاجة مش فاهمة وإزاي اقتنع إن أنا حب بني آدم ويمشي ويزبني لأن كل دي حاجة صعبة على القلب حتى مهمة جدا اديه المساحة اديه بعض المساحة اديه المساحة اللي هو يقعد فيها مع أصحابه تمام اديه مساحة بتاعت الشغل اديه مساحة ينام فيها وكمان اديها مساحة تكلم صاحبتها اخوتها ترجعهم هم تكلم زميلاتها اديها اديه لبعض المساحة فده هيخلق نوع من الارتياحية طيب شكري يا دكتور علي جدا ويعني الحلقة جريت معك بسرعة جدا كالعيدة مجاهدينا بشكر جدا الدكتور علي عبدالرادي استشاري العلاج والتأهيل النفسي شكرا يا دكتور علي كل الشكرة لك وكل الناس اللي بتسمع البرنامج الجميل وتسمعك بجد تسعيد بكم جدا تسلمني يا دكتور علي وطبعا بعد كلام دكتور علي مش لقيا كلام أقوله لكن كان معانا اللايف كوتش وكان معانا الدكتور النفسي انتوا اللي هتختاروا تفهموا ازاي وتستوعبوا الدنيا ازاي عشان أقدر أكمل حياتي سعيدة أشوفكم الحلقة الجاة ان شاء الله اشتركوا في القناة